تعلمت مهنة صناعة الحلويات من والدها عندما كان عمرها عشر سنوات فوالدها مشهور بتصنيع الحلويات في سراقب وكان يأتي إليه العديد من الناس قديما وبعد النزوح أجبرتها الظروف المعيشية الصعبة على العمل من جديد في إنتاج الحلويات ضمن خيمتها نعم والإصرار أيضا على أنجاح مشروعها رغم كل الصعوبات إنها حكاية أم عبدو التي تعمل مع اثنتين من بناتها داخل خيمة وهي جزء من مسكنها الحليف في صناعة الحلويات والمعجنات لتأمين لقمة عيش كريمة لها ولأسرتها نتابع القصة معنا من لما كنت صغيرة مع والدي الله يرحمه من لما كنا صرنا صغار كنا صغار من عمر سبع ثمين ثمين سنين عشر سنين نزل على الشغل معه وتعلمنا الصبر والجلادة على العمل وعلى الصبر مع والدنا الله يرحمه كان يشتغل هو بالحلويات والمرطبات والحلويات المقطرة بس أنا لما كبرت وباشرت في عملي طورت العمل للمعجنات العادية اللي أنا بحبها ومشت الأمور الحمد لله رب العالمين وبلشت بشغلي أنا المعروف هلأ حالياً من الـ 2014 بالمعجنات بشتغل غريبة برازة بتفورات مشكلة بأصابع بعجوة معمولة بعجوة معمولة بجوز أي شي يعني في المعجنات بقصة المعجنات أنا بشتغله وبالنسبة للعمل ما لأينا حل إلا إلا نعمل خيمة ومنها الخيمة اللي أنت شايفة ومنشتغل فيها رغم صعوبتها رغم حرارتها رغم بس لابد إن الواحد ما يشتغل حتى يعيش بشتغل أنا وبناتي وزوجي هو اللي بسوق لأني ما في فائدة من الشغلي أنا أزا ما في تسويق وبنفس الوقت عانينا كتير ولسا عم نعاني بالتسويق لأننا هنا مان معروفين يعني قليلين الأشخاص اللي بيعرفونا أو بيعرفونا أنه نحن بنشتغل هون نحن ما نظمن سوء نحن مضطرفين أما بالنسبة لصعوبة العمل بالخيمة منتحملها ومنتحمل أي شي ممكن أنه نحن يصير معنا مقابل أنه نعيش وما نحتاج حدا أتمنى أني بهالنزوح واللي عانته أني أعلم كل بنت كل واحدة محتاجة كل بنت شهيد مرت شهيد مثلا أي حدا بيتعلم أنا مستعد أعلمه يشهد سوق الماشية في مدينة إدلب قبالا خجولا هذا العام إذ قدرت نسبة انخفاض شراء الأضاحي بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بأعوام من ماضية بسبب غلاء الأسعار لأكثر من 15% عن السعر المعتاد تجار يرون قصصهم مع غلاء الأسعار في البيع والشراء ويقولون إن الواقع يدفع تجارة كل البضائع إلى رفع أسعارهم بسبب شرائهم للمواد بأثمان مرتفعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وقامت بطرح عدة خيارات لدخول السوريين عبر معبر باب الهواء الحدود مع تركيا لكن حتى الآن هذا الرابط هو مغلق اليوم هناك الكثير ربما الآلاف من السوريين كانت تتوقع عن تدخل أو تتوافد إلى هنا منطقة إدلب لتشارك الأهالي اليوم في هذا العيد لكن حقيقة للأسف لم يستطيعوا الدخول هنا حتى الآن حركة الدخول كانت تسير بشكل جيد لكن الرابط توقف بشكل كامل عن دخول السوريين وهناك مطالبات عديدة اليوم حقيقة بفتح هذا الرابط للعبور طبعا وهناك يبقى سوى يوم واحد فقط وهو أمر صعب جدا اليوم نتحدث ربما عن فتح هذا الرابط ربما فتاة الأوان حقيقة بالنسبة لهذا العبور طيب إبراهيم أخيرا سأختم معك هل كان هناك نشاطات ربما لبعض المنظمات ببعض الهدايا لأهالي المخيمات في العيد أو تقديم ولو شيء رمزي بالضبط روان روان منذ تقريبا حوالي أمسو حتى اليوم نحن كمرسلين هنا في الداخل السوري بدأت تأتينا دعوات من قبل المنظمات العاملة هنا في الشمال السوري هناك ثلاثة أيام ما يقارب ثلاثة أيام أو حتى أربعة أيام يعني على طول أيام العيد ستكون هناك كرنفالات احتفالات في منطقة المخيمات تحيدا نتحدث هنا عن هذه المنطقة الخلفي ستكون هناك نشاطات عديدة للأطفال طبعا الهدف الأساسي بحسب هذه المنظمات هو إخراج اليوم الأطفال من أجواء هنا المعنى وأجواء القيام وغيرها وإدخالهم في جو التنافض جو الفرحة هنا في هذه المنطقة ستكون هناك أيضا يعني بعض المنظمات ستكون بتوزيع أضاحي العيد لكن حقيقة وهنا أمر يعني ربما أنوش إليه يعني موضوع الأضاحي كان هذا العام ضعيفا جدا مقارنة مع يعني العام الماضي بسبب الأسعار أكيد نعم بالضبط حتى منظمات كبرى مثل الألياها التركية التي كانت تستخدم ألاف رؤوس الأغلامي له هنا اليوم نتحدث عن كمية قليلة جدا طبعا هذا بحسب أعلميها هنا في منطقة شمال غرب سوريا حقيقة بشكل عام تتكون هناك نشاطات ستبدأ من يوم العيد وحتى اليوم الرابع من هذا يعني تمنيتنا بأن يكون نحمل العيد يعني نوع من البهجة على الأقل للأطفال والخير لنا شكرا جزيلا لك إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا وتمعنا من مخيمات بريشة في الداخل وأيضا بدنا نشكر وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا من غازي عينتاب وأحمد القصير مراسل تلفزيون من طرابلس في لبنان